مجلس التعاود الخليجي وأكد ضرورة استمرار جهود الحل السياسي للصراع في اليمن ميليشيا الحوثي تهدد بتوجيه ضربات لشل حركة السفن بعد يوم من استهداف ميناء الضبة قتيل وجرح بينهم مدنيون في اشتباكات بمدينة تعذ والأمن يعلن ضبط خليتين إرهابيتين الحكومة تقول إن عدد النازحين جراء الحرب تجاوز أربعة ملايين ومئتي ألف التاسعة من السوديو هاتب القيس أهلا بكم في نشرة الأخبار معكم أمل علي وسامي السامي أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن ودعم جهود استعادة استقرار البلاد جاء ذلك خلال لقائه بمبعوث مملكة السويد إلى اليمن بيتر سيمني في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض وقال مجلس التعاون في بيان إن اللقاء ناقشت تصعيد الحوثي بعد انتهاء الهدنة الأممية التي رفضت الميليشيا تمديدها وتعديها الصريح على المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية وضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية أمام هذه الاعتداءات وشدد اللقاء على أهمية الدفع بالحل السلمي وإنهاء الصراع في اليمن وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين المكونات اليمنية كافة لدعم الحل السياسي في البلاد هدد قيادي في ميليشيا الحوثي بتوجيه ضربات مباشرة تشل حركة السفن عقب يوم من استهداف ميناء الضبا والنشيمة النفطيين وقال القيادي في الميليشيا ضيف الله الشام إنه في حال عادة ناقلة النفط لميناء الضبا لن يقتصر الرد على ضربات تحذيرية وإنما قد يتطور إلى هجمات مباشرة تشل حركة السفن وأضاف القيادي الحوثي أن تمديد الهدن لن يكون إلا بشروط جماعته في إشارة إلى مطلب دفع رواتب مقاتلية الميليشيا من عائدات النفط والغاز التابعة للحكومة من جهتها رفضت الدول الإقليمية والولايات المتحدة وبريطانيا هذه التهديدات واعتبرتها غير مقبولة مشيرة إلى أنها تهدد حركة التجارة الدولية ومصادر الطاقة العالمية في سياق ردود الفعل أدان المبعوث الأممي لليمن هانسي جروندبرغ الهجوم الحوثي على الباخرة النفطية في ميناء الضبا بحضر موت قائلا إن هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية ودع المبعوث الأممي في بيان كافة الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ومضعفة الجهود لتجديد وتوسيع الهدن وضع الأسس نحو وقف دائم لإطلاق النار وتفعيل مسار العملية السياسية لإنهاء الصراع وأكد الوسيط الدولي ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية على سبيل تسجيل الحضور إلى الموقف يخرج المبعوث الأممي بتصريحات جديدة عن الوضع اليمني لا تحمل أي من المضامين التي يمكن البناء عليها في مسار الأزمة اليمنية المعقدة تتطور الأحداث وتكشف الميليشيا عن وجه جديد من خطورة بقائها كجماعة إرهابية تستهدف المصالح الاقتصادية للبلاد وتهدد إمدادات الطاقة وطرق التجارة الدولية وجه لطالما تم التحذير منه ومن إنعكاساته لكن التدليل الأممي كان غالبا على التعامل معها باستثناء الإدانة والدعوة لضبط النفس لم يقدم هانس جروندبرغ أي جديد وفي ذلك يرى الرجل أن مهمته تقتصر على الوساطة وتقديم المقترحات وليس من عمله إلزام أي طرف بشيء بينما الواقع أن الضغط الأممي دوما ما كان قويا ومسلطا على الحكومة بل إنه استخدم بشكل سلبي وكان له أثر ملموس في إطالة أمد الحرب من يتبنون هذه الرؤية يستدلون على ذلك بالمساعي المستميتة للأمم المتحدة للحفاظ على اتفاق استوكولم الخاص بالحديدة والذي لم ينفذ منه سوى إيقاف عملية التحرير وإبقاء السيطرة المالية والميدانية الحوثية على الموانئ كما أن الاتفاق حسب رؤيتهم وفر غطاء لتحركاتهم العسكرية وإعادة انتشارهم خارج حدود المدينة أعلن مجلس الدفاع الوطني لأول مرة اتخاذ قرارات وصفها بالحازمة لردع اعتداءات الحوثيين من ضمنها تصنيفهم كمنظمة إرهابية جاء ذلك خلال اجتماع طارق في عدن غدا تالهجمات على ميناء الضبا والنشيمة في حضر موت وشبوة ولوح المجلس المعنى برسم السياسات العلية للدولة وقرار الحرب بالانسحاب من اتفاقات الهدنة المنتهية واتفاق استوكهولم محذرا من ان تصايد الحوثيين من جانه اعفاء الحكومة من جميع الالتزامات هل يبدو قرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية كافيا؟ سؤال اللحظة الراهنة بالنسبة لليمنيين في ظل اصرار الجماعة على السهداف موارد البلاد ومصادر اقتصادها ففي اول تصعيد سياسيا منذ ثماني سنوات صنف مجلس الدفاع الوطني ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية بعد يوم من شنها هجمات على منشآت نفطية في حضر موت وشبوة هذه الخطوة وعلى الرغم من انعكاسها على الوضعين الاقتصادي والإنساني ربما لم تعد كافية في الوقت الراهن ما لم يكن هناك موقفا جدا والذهاب نحو السئناف العمليات العسكرية وفق ما يرى مراقبون مجلس الدفاع الذي يعد أعلى سلطة عسكرية وأمنية في البلاد لم يكتفي بذلك التصنيف بل حذر أيضا الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة للحوثيين من عقوبات صارمة وقال إن هذا التصعيد من شأنه إعفاء الحكومة من التزاماتها بما في ذلك اتفاق ستوكولم وتسهيلات الهدنة الأممية من خدمات إنسانية وما يؤكد هجوم الميليشيا على ميناء الضبة والنشيمة النفطيين هو إدراكهم للإقتلالات التي تعيشها الشرعية إضافة إلى موقف التحالف الذي بات لا يرى الشرعية سوى من باب مصالحه فقط أما هيئة التشاور والمصالحة التي لا يختلف موقفها كثيرا عن مجلس الدفاع قالت إن جرائم الميليشيا تعد تقويضا حقيقيا لمساعي السلام ما هو واضحنا اليوم وبعد أكثر من أسبوعين على انتهاء الهدنة أن تهديد الميليشيا بالتصعيد قد صار واقعا على الأرض والغرض ابتزاز الحكومة والمجتمع الدولي معا خاصة في ظل رغبة الإقليم والعالم في تبريد الصراع وحاجة المنطقة للتهديئة سقط قتيل وجرح بينهم مدنيون في اشتباكات بين قوات الأمن وعصابة مسلحة يقودها غزوان المخلاف المطلوب أمنيا في مدينة تعز وقال مصدر أمني إن الاشتباكات اندلعت من أو في منطقة التحرير الأسفل وأسفرت عن سقوط قتيل وثلاثة جرحة في صفوف الحملة الأمنية إضافة إلى إصابة مدنيين اثنين بحسب شهود عيان فإن قوات الأمن انتشرت بكثافة في المنطقة والأحياء المجاورة لتعقب المسلحين وضطيهم هذا وتشهد مدينة تعز من وقت لآخر اشتباكات وتفجيرات على يد عصابات مسلحة تسفر معظمها عن سقوط ضحايا مدنيين في سياق متصل أعلنت شرطة تعز ضبط خليتين إرهابيتين تعملان لصالح ميليشيا الحوثي في المحافظة وقالت في مؤتمر صحفي الخليتين مسؤولتان عن تفجير عدد من الدوريات العسكرية والأمنية آخرها حادثة سوق القبة التي أودت بحياة طفلة وأصابت والدتها ومدنيين آخرين وأضافت أن الخليتين تم ضبطهما بعد عملية رصد وتتبع استمرت لقرابة شهرين ضبط العديد من الخلايا الإرهابية في داخل محافظة تعز والتي قامت بتنفيذ العديد من العملية الإرهابية كان آخرها تفجير السيارة الحبة من مطعم الخير التابعة السيارة الحبة التابعة للشيخ منذر النقاشي وتم تعقب ورصد الخلية وضبطها بالكامل وعددهم ستة أفراد كان آخرهم ضبط آخر عنصر الليلة الماضية وضبط الخلية الثانية التي قامت باستهداف تقمام مطعم والضاح في سوق القبة والتي راح ضهيتها العديد من الأطفال والشيخ والواحد القضاء العاملين في المحكمة التقارية في محافظة تعز تم رصدهم وتعقبهم وضبط الخلية بالكامل عددهم أربع أشخاص ضبطهم مع العبوات وتم ضبطهم مع الريموتات التي يقومون بتفجيرها التي استخدموها في تفجير هذه العبوات طبعا من خلال الاعترافات التي أدلوا بها يتم استقتربهم إلى منطقة الحوان وتدريبهم في مدينة الصالح للتعامل مع هذه العبوات وكذلك إرسالهم إلى محافظة الذمار لأخذ دورات تدريبية لمدة أربع اليوم ثم يتم إرسالهم إلى الميدان لتنفيذ هذه العملة وفي ذات المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة أمن شرطة تعز تم استعراض ملابسة قضية الطالبانها حيث أوضح شقيقها أمجد عبدالله ظروف انتقالها إلى عدن بسبب ظروفها النفسية السيئة وأكدت شرطة تعز أن من حق جامعة تعز اتخاذ كل الإجراءات القانونية المكفولة لها إذا أكل من ساهم في تشويه واستهداف جامعة تعز حيث أوضحت التحقيقات أن الطالبانها لم يصبت دخولها جامعة تعز يوم اختفائها القصة ما فيها أن البنت تبقت في مادة من المواد اللي هي مادة البيلوجي نتيجة عوامل نفسية كانت في الشقيقتي اضطرت أني قررت قرار أني بأتي انطلق لأحد أقاربنا في عدن فانطلقته ما تعرفش أصلا الأماكن ما تعرفش كيف الني تتحرك فتات في مدينة عدن لقوها أسرة الأسرة هذه بعد ما عرفت بعد ما نشرناها وكذا عرفت البيلأم تم التواصل معنا نسقنا مع الإجهزة الأمنية كذا كامل مع إدارة أمن عدن الحمد لله بعد تم التواصل لها وأخذها من قبل إدارة الأمن نشكر جهود إدارة أمن عدن وإدارة أمن تعز على هذه الجهود الحمد لله الأخط وصلت ما فيها شيء وهذا كل شيء خلال التحقيقات يعني اتضح أن البنت لم تدخل إلى حرم جامعة تعز وهذا يمثي كل ما قيل تجاه جامعة تعز ومن حق جامعة تعز اليوم أن ترفع قضايا سواء على يعني أو تتخذ إقراءة إدارية بحق منتسبها الذي قاد الحملة المشوهة أو رفع قضايا بحق من حاولوا أن نيل منها بسبب هذه القضية مع بداية العام الجامع الجديد شهدت جامعة تعز عزوك كبير من قبل الطلبة هو الأكبر خلال السنوات الأخيرة قالت إدارة الجامعة إن عدد الملتحقين لهذا العام في جميع التخصصات لا يبلغ نصف عددهم في السنوات السابقة تفاصيل أوفا في التقرير التالي على غير العادة بدت أروقة وبحات جامعة تعز شبه خالية من الطلبة مشاهد ملفتة توضح حجم العزوف عن الاتحاق بسلك التعليم الجامعي سجلت الأرقام نتائج الإعداد الملتحقين بكلية العلوم التطبيقية والتربية والآداب فقط إذ جاءت كلية التربية في أعلى القائمة التي عزفت طلبة عن الاتحاق بأقسامها حيث التحق 200 طالب وطالبة فقط هذا العام تأقل نسبة منذ افتتاح الكلية أكثر من ثمان سنوات يجعل ثمان دفاع أو سبع دفاع لا مصدر لها في الالتحاق في عمل الدولة وهذا كله ينعكس على الالتحاق في هذه التخصصات تراجع كبير في أعداد الملتحقين ببعض أقسام الكلية والجامعة بعد أن بات عدد طلبة هذا العام في الجامعة ما نسبته 50% إذا ما قرن بالأعوام السابقة حال ينظر بتوقف التدريس في أقسام تشكل رافداً أساسياً للتعليم الأساسي والثانوي خمس تخصصات على وشك تعليق الدراسة في كلية العلوم التطبيقية وأكثر من أربعة أقسام في كلية الآداب أما عن كلية التربية فإن أكثر من 12 تخصص مهددين بالإغلاق بسبب قلة المتقدمين وعدم تحقيقهم الطاقة الاستيعابية تعقيد يضاف إلى جملة المعضلات المؤثرة على سير العملية التعليمية في البلاد مؤشرات خطيرة قد توقف عجلة التعليم يساعدها على الاستمرار إصرار المعلمين والطلبة فهذا عبد الله بركات خرج علوم طبية أعاده شعور الامتنان لمدرسة الشعب حيث تعلم للتطوع في تعليم الطلبة مادة الكيميا في الظرف الحالي عدم تواقب من درسين وظروف الحرب الواقب يحتم علينا أن أخذه من المدرسة التي أعطتني في هذه الفترة وطبعا بدون مقابل محمد الشرعي هو الآخر معلم تعرض للإصابة بطلق ناري من قناص حوثي يرافق أحد تلامذته والذي أصبح معلما في المدرسة ذاتها وهو يسترجع سنوات التدريس وإلى أين آلة العملية التعليمية في ظل الوضع الراهن تطرينا أن نحمل العب حتى يأتي هذا البديل ولم يأتي البديل هذا إلى الآن كذلك هناك من الإخوة المطوعين من خريجين الجامعات الذين واصلوا وكافحوا معنا واشتغل معظمهم أيضا بدون مرتب وضع يهدد آلاف الطلبة في المدارس في محافظة تعز مع عدم إحلال معلمين شدد وتلك صورة قاتمة لمستقبل العملية التعليمية في محاولات عدة لإنعاجها لكن لا توازي الكارثة الوشيكة كما يرى البعض إذ يتطلب الأمر شهودا كبيرة ومضاعفة ومستدامة لإعادة العملية التعليمية إلى سابق عهدها على خالد قناة بالقييس تعز طالبت قيادة أمساح الحضرموت الحكومة والتحالف برفضها بأسلحة نوعية قادرة على ردع الطائرات المسيرة الحسين جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه مدير الأمن العميد مطيع المنهالي بعد يومين من استهداف بناء الضبط النفطي بطائرتين مسيرتين لميليشيا الحسين ونقش الاجتماع التدابير الأمنية اللازمة لحفظ أمن وسلامة المواطنين وحماية المنشئات العامة والخاصة من أي هجامات عدائية ورفع اليقظة في مختلف الوحدات الأمنية وقال المنهالي أن استهدف ميناء الضبط النفطي يهدف بدرجة أساسية إلى تقويض دعائم الأمن وتعطيل حركة الملاحات العالمية وأشار إلى أن فريق البحث الجنائي نزل إلى موقع الحادث في ميناء الضبط لجمع الاستدلالات وتحليلها قتل جندي وجرح آخر بانفجار استهدف دورية تابعة لقوات المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرة وقال مصدر عسكري نعبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور دورية في خط العبر ما أدى إلى مقتل المساعد حماد محمد باجراد وجرح زميل له ونعت قيادة اللواء 101 شرطة جوية باجراد الذي قالت أنه استهدف مع عدد من زملائه تأدية مهمة أمنية وفي وقت سابق هذا الشهر انفجرت عبوة ناسفة في طريق العبر بشبوة مستهدفة دورية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى ما أثفر عن مقتل ثلاثة وجرح آخرين قتل ستة مدنين بينهم أطفال وطبيب وأصيب سبعة آخرون في حوادث منفصلة لانفجارات ألغام حوثية ومقذوفات خلال ثلاثة أيام في البيضاء والجوف والحديدة وقال المرصد اليمني للألغام في بيان مقتضب إن ثلاثة أطفال قتلوا جرى انفجار لغم للحوثيين في سيارة مدنية أثناء مرورها في طريق فرعي بمنطقة دوحيدح التابعة لمدرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسبقت الحادثة إصابة مدني بانفجار لغم في ذات المديرية كما قتل طبيب في حادثة مماثلة أثناء مرور سيارتي في أحد الطرق الفرعية بمديرية ناطع وضاف المرصد اليمني للألغام أن مدنيا قتل وأصيب آخر في حادثة أخرى بمديرة خب والشعف في محافظة الجوف كما قتل شخص خامس وأصيب خمسة آخرون منهم ثلاثة أطفال في حوادث انفجارات ألغام ودخائر من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة طائرة مسيرة حوثية أثناء محاولة قيامها بأعمال عدائية جنوبية الحديدة وفد إعدام القوات المشتركة المدعومة إماراتيا بأن الدفاعات الجوية رصدت طائرة مسيرة تابعة للميليشيا لحظة اختراقها أجواء مدرية الخوخة وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها أضاف أنه جرى إصال حطام الطائرة إلى الجهات المختصة يأتي ذلك بعد ساعات من إسقاط طائرة مسيرة حوثية مماثلة في منطقة الحديافع بمحافظة لحجة هدوى تواصل الميليشيا من تصعيدها العسكري في عدد من جبهات القتال في ظل استمرار المساعي الأممية والدولية لتجديد الهدنة التي انقضت مطلع الشهر الجاري حذر البرلمان العربي من تداعية استمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز خزان صافر النفطي كورقة ضغط لابتزاز المجتمع الدولي وقال رئيس البرلمان عدل العسامي في بيان ان احتجاز الميليشيا لناقلة صافر له تداعيات خطيرة محذرا من كوارث بيئية محتملة قد تنعكس أثارها الوخيمة ليس على اليمن والمنطقة بل على العالم أجمع ودعا العسومي المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد والمزيد من الضغط ضد الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي وتبني مواقف فاعلة لحماية بيئة البحر الأحمر بشكل خاص والبيئة اليمنية هذا وفي وقت سابق قالت ميليشيا الحوثي ان لجنتها الاشرافية بحثت مع مسؤول أممي بدأ تنفيذ المرحلة الطارئة من خطة انقاذ الخزان العائم لتفادي الكارثة الوشيكة تواصل ميليشيا الحوثي للأسبوع الثاني حصارها الخانق على قرية صرف بمديرية بن حشيش شرق صنعاب التزامن مع حملة اختطافات واسعة طالت العديد من سكان القرية وقال مصدر المحلين الميليشيا دهمت قرية صرف واقتحمت عددا من منازلها اختطفت عشرة أشخاص واقتدتهم إلى جهة مجهولة كما تمنع الأهالي من التحرك داخل القرية أو مغادرتها وددى ولا ناشطون مقطعا مصورا يظهر فيه وصول دورية للميليشيا على متن عشرات المسلحين قبل أن يقتحموا منازل القرية ويعتقل المواطنين إلى ذلك أكد عضو في البرلمان الحوثي أن ما يجري في منطقة صرف حملات نهب وانتهاكات بحق السكان محملا قادة الجماعة وعلى رأسهم وزير داخليتها كامل المسؤولية نظم مواطنون وقفة احتجاجية للمطالبة بالقبض على قتلة مواطن وإصابة طبيب في محافظة في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثي وردد المحتجون من أهالي قرية اللحج والقرى المجاورة بمدرية السبرة ردد هتافات تطالب بسرعة إلقاء القبض على المتهمين بقتل المواطن مصلح الجماعي وإصابة الطبيب شاد العربي والسطو المسلح على أملاك الغير وحذر وجهاء ومشاق قبيلة الجماعي وعدد من قبائل السبرة من المماطلة والتهاون في قضية أزهقت فيها أرواح وتسببت في إقلاق السكينة العامة مطالبين بالقصص من قتلة المواطن الجماعي وتوفي الجماعي قبل يومين متأثرا بإصابته قبل أسابيع بطلق ناري من عصابة سطو المسلحة في قرية اللحج بمدرية السبرة في إب أيضا ناشتنا ميليشيا الحوثي حملة اقتحامات لأحياة سكنية في المدينة بذريعة البحث عن مطلوبين أمليا وقلت مصادر محليا الميليشيا أقدمت مساء أمس على قطع خدمة الإنترنت عن أجزاء واسعة من المدينة القديمة بمدرية المشنة بهدف اختطاف أحد شباب المدينة كما انتشرت مجامع مسلحة في أحياء الميدان والمجعارة وباب الجديد واقتحمت بعضها وروعت السكان واتت هذه الحملة بعد يومين من اقتحام ميليشيا الحوثي لحي الميدان ومحاولة اختطاف شاب غير أنها قوبلت برفض سكان وتبادل إطلاق النار معهم ما أدى إلى سقوط شرحة قالت الحكومة أن عدد النازحين تجاوز أربعة ملايين ومائتي ألف شخص جراء النزاع يقطن أغلبهم في ستمائة وثمانية وثلاثين مخيما بمناطق سيطرتها ولفت رئيس الوحدة تنفيذية نجيب السعدي إلى أن أعدادا كبيرة من النازحين عادوا إلى مناطقهم لكنهم يفتقرون لأدنى الخدمات ويواجهون مخاطر الألغام والعبوات وغيرها من مخلفات الحرب وحذر السعدي من مخاطر تفاقم أزمة احتياجات النازحين بسبب نقص الدعم المقدم من الممولين وغياب شفافية العمل من قبل المنظمات الدولية وقال إن موجة النزوح الكبيرة سببت إشكالية ضغط على الخدمات في المحافظات والمناطق التي تستضيف النازحين توفي شابان غرقا داخل حاجز مياه في مدرية ميفعة بمحافظة شبوة وقال مظر محلين علي صالح باكر كارو بشار الفضلي توفي غرقا داخل حاجز مائي يدعى كريف المطارين بمدرية ميفعة اثناء رحلتهما مع مجموعة من أصدقائهما هذا وشهدت محافظة شبوة حوادث غرق مماثلة معظم ضحيها من الأطفال خاصة خلال موسم الأمطار والسيول نظم العشرة من أبناء الجالية اليمنية في ألمانيا وقف احتجاجية للمطالبة بحق اللجوء شكل محتجون رفض السلطات الألمانية طلبات لجوءهم وعدم منحهم الحماية الفلعية التي تعطى للجنسيات الأخرى دون ضرورة الدخول في إجراءات معقدة ومدة انتظار طويلة ويبرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين رفضه طلبات اللجوء أو الحماية الفرعية بأن هناك مناطق آمنة في اليمن وهو ما يعتبره المحتجون غير صحيح ويتنقض مع تقارير الأمم المتحدة بشأن اليمن وحمل المشاركون لافتة تطالب الحكومة الألمانية باستيعابهم وحمايتهم سوة بغيرهم من اللاجئين السوريين والأوكرانيين وغيرهم مؤكدين استمرار برنامجهم الاحتجاج حتى الاستجابة لمناشداتهم وسلم القائمون على الوقفة رسالة مكتوبة تتضمن مطالبهم للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا دشنا قطاع السكان بوزارة الصحة العامة في العاصمة المعقة عدن نشاط العيادة الطبية المتنقلة والمخصصة للكشف المبكر عن مرضى أو مرضى السرطان وقالت الوكيلة المساعدة لوزارة الصحة إشراق السباعي إلى أن العربة المتنقلة ستقدم خدماتها في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثاد وعنق الرحم ورعاية الحوامل والصحة الإنجابية للأمهات بشكل مستدام ومستمر مشيرة إلى أن العيادة التي انطلقت من مدينة الشعب بمدرية البريقة ستقدم خدمة رعاية الصحية للأمهات وستغطي المناطق الأكثر احتياجا في المحافظة تم اليوم تجشين العربة الصحية المتنقلة والتي تهدف إلى عمل الرعاية الصحية للسيدات والحوامل ومشاكل النساء والأولادة والأطفال نحن سعيدين في هذا اليوم السعيد وفي هذه الأجواء الطيبة ونبارك لأهل محافظة عدن طبعا العربة ستغطي مختلف مديريات محافظة عدن وستكون البجاية هي مديرية البريقة بحكم مساحتها الكبيرة وتعدال سكانها الكبير هذا من هذه العربة هو الكشف حتى لو وصلنا الآن الافتتاح شوية متأخرا لكن العربة ستكون بشكل مستدام هو الكشف المبكر بسرطان الأتدي وأيضا العلق الرحم وأيضا هناك خدمة جليلة أيضا للرعاية الحوامل وتعتبر أول انطلاقة تعتبر هذه العربة على مستوى اليمن مختصة خاصة تكون بالصحة الإنجابية للأمهات أيضا التطقيف الذي حيلعب فيها دور كبير بالنسبة للنساء والفتيات بالنسبة لسرطان التدي وعمق الرحم أشكر الجميع المشاركين فردا فردا الذي ساعد جاهدين قال محافظ المهرة محمد علي ياسر إن السلطة المحلية مستمرة في تعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات والحفاظ على الأمن والاستقرار جاء ذلك خلال مشاركته بفعالية أقامتها مدرسة عائشة للبنات في المهرة بمناسبة أعياد ثورتين سبتمبر وأكتوبر وأكد أهمية غرس مبادئ وقيم الثورتين في صفوك الطلاب ومواصلة تحقيق أهدافه رسمها أبناء محافظة المهرة وبالأخص طالبات مدرسة عائشة أم المؤمنين بالغيظة هذه الصورة تقول أن اليمن سيبقى يمنا موحدا يمنا يفتخر بثوراته يعتز بتاريخه فهذا الوطن وهذا الشعب شعب أبي عظيم وكانت اللوحة عزة شعب فهذا الشعب شعب عزيز هذا الحفل هو يجي في وقت الذي يعيش اليمن أوقات وأوضاع صعبة نتيجة الحروب ولكن في هذا اليوم تذكيرا بتضحيات الرجال الذين قدموا أنفسهم فداء لهذا الوطن فهذا التذكير بهذا اليوم نفخر ونعتز بهذه الأعياد الوطنية نحن كشباب وأبناء هذه الجمهورية طبيعتنا نضاليون منذ الزمان والسابق فلا نحب الظلم وكما ترون الآن مليشيات الحوذي تود أن تعود النظام السابق وهو نظام الإمام نهاية النشرة وهذا التذكير بالعناون قتيل وجرحة بينهم مدنين في اشتباكات مدينة تعز والآمن وعلن ضبط خليتين إرهابيتين المليشيا تهدد باستهداف أو بتوجيه ضربات لشلح حركة السفن بعد يوم من استهداف ميناء الضبا مقتلوا ستة مدنين وإصابة سبع آخرين بانفجار الغاب حوثي ومغذوفات خلال ثلاثة أيام الحكومة تقول أن عدد النازحين جراء الحرب تجاوز أربعة ملايين ومئتي ألف للمزيد يمكنكم زيارة موقع القناة الإنترنت بالكيس.تفي وصفحتها لموقع التواصل اجتماعي نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على الرأس الساعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر